السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابنا أخوتنا مرحبا بكم بداية إخواني كالعادة ما تنسوش الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم ما تنسوش أيضا الاشتراك في القناة ليصلكم إخواني كل ما هو جديد في هذا الموضوع وفي هذا الفيديو رح نتكلم على ثلاث مواضيع أساسية وتصريح بيبا جوارديولا لتمسنا منه حسر وندم وخوف من وشلح يجي في هذا الموسم خصوصا بعد ذهاب رياض محرز وبرناردو على وشك الذهاب كايل وولكر أيضا تقارير تقول أنه اقترب بشكل كبير من باير ميونيخ لكنهم لحد الساعة ما زالهم في تربوس ما زالهم يعني يعني يلعبوا لكن كل شيء لم يحسن مش معنى أنهم في تربوس مع أن ترى وخلاص لكن لما نشوف احنا لائبين يلعبوا ولا في تربوس نظر نقول أنهم قضية الأمر لكن في بطولة إنجليزية مع آخر دقيقة في الميركاتو تشوف أشياء حلثت لذلك بابا جورديولا لما شاهد رياض محرز انتقل وش قال؟ قال بالحرف الواحد أعتقد أن أشياء كثيرة ستحدث يعني على بلو بلك الأشياء راح تروح وذلك أكيد بفضل الفلسفة الزائدة لهذا الفيلسوف قال لم أكن أتوقع أن تحدث هذه التحركات ويقصد هنا يعني ذهاب رياض محرز والله في هذه النقطة هناك جزائريين أيضا تفاجأنا لأنه ما شفناش ولا تصريح من رياض محرز يعني بتشوف بعض اللاعبين لما يحبوا يروحوا إلى فريق آخر تلقاهم يعني يلمحوا إلى الذهب تلقا يتكلم في صفحة الشخصية يجامل الفريق ورايح له لكن رياض محرز لما تكلم يقول لك شائعة عفوا وأيضا حتى لما خرجوا السعوديين والمقربين من النادي اللي عندهم حسابات موثقة وقدرنا هذا الفيديو فيما ماضى من هذا حوالي شهر لما بعض قال أن رياض محرز يعني موافق وسيأتي إلى الأهل السعودي رياض محرز بحلاته خل كونتعه كمونتاله باللي شائعة ويحن نقوله غسله حتى هذا السعودي حتى أعود حذف هذه التغريدة ثم نشوفه رياض محرز هو اللي يرح إلى الأهل السعودي يعني عادي على كل حال هذا وش قال بيب جوارديولا قال أعتقد أن أشياء كثيرة ستحدث لم أكن أتوقع أن تحدث هذه التحركات والمقصود انتقار رياض محرز قال على كل حال أنا أريد الأفضل لجميع اللاعبين وهذه هي غوارديولا أنت اللي جبتها أروحك وان شاء الله نشوفه السيتي في المركز الثامن تاسع والله العظيم نجوز إلى خبر آخر متعلق كما قلنا بمحمد الأمين عمورة حيث كشفت تقارير الصحفية فرنسية اليوم عن اهتمام نادي سانت جيرواز وصيف بطل الدوري الأول البلجيكي بتعزيز هجومه بصفقة جزائرية وذكر نابيل جاليط اللي هو الصحفي في مجلة فرنس فوتبول أن إدارة النادي البلجيكي مهتمة بالتعاقد مع الجزائري محمد الأمين عمورة اللي هو مهاجم نادي لوغانو أو لوغانو سويسري وأوضح جاليط عب صفحته على موقع تويتر أن مسؤولي النادي البلجيكي توصلوا مع نظرائهم في لوغانو وعرضوا على مبلغ ثلاث ملايين يورو مقابل حصول على خدمة اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وكشف أن عمورة يحظى باهتمام كثير للأندي الأوروبية لكن نادي سانجيرواز تقدم بعرض يمتد لثلاث مواسم لضمه وبرز صاحب الثلاثة وعشرين سنة بشكل كبير خلال الفترة الماضية حيث قدم مستوى طيبة رفقة فريقه في الدوري السويسري وأيضا مع المتخب الجزائري أنه أصبح يعتمد عليه جمال بالماضي على كل حالة طرح ما رأيكم في التعليقات كل بطولة بلجيكية كل بطولة سويسرية مستوى واحد لكن هناك نوادي عريقة في بلجيكا مثل أندرلاغت ممكن أنها تكون بوابة إلى نادي كبير على كل حال لكن يبقى الاختيار دائما في يد محمد الأمين عمورة لأنه يلعب كأساسي مع الفريق الحالي نجوز إلى الثالث خبر وهو الخبر الأهم المتعلق بجمال بالماضي لقلنا أنه رسميا رهو هنا في الجزائر وصل للجزائر لحسم ثلاث قضايا مثيرة حيث مكشف الإعلام الجزائري أقول مو من أي تقاسي الجميع يعلم مو من أي تقاسي لهو مقرب من جمال بالماضي لهو أيضا صحفي صديق جمال بالماضي جمال بالماضي يعني يقول له بعض الأخبار شيء كامل لكن يسر له وش ما يسرش إلى الصحفيين الآخرين وذلك عبر صفحته الرسمية في مواقع تواصل الاجتماعي بأنه متوجد حاليا في الجزائر وأكد ذات المصدر يعني مو من أي تقاسي بأن الكوتش حل بالجزائر لثلاث أسباب السبب الأول هو المشاركة في مبادرة خيرية لا داعي للدخول في التفاصيل أيضا قال الوقوف على آخر مستجدات ملفي الثنائي أمينغويري وياسر العروسي كما على بلكم أمينغويري رسميا خلاص الملف رامو سوى الفيفا الرومانمو هذا الأيام خلاص يقول له أوكي الباسبور سيبو كل شي رهواجد اقتنع رسميا ووحب يجي للمنتخب على بلو بالليف المنتخب الفرنسي ما رحش يلعب يعني ما فلحوا بنزيمة ما فلح زيدان يعني بالرغم مش قدمه لكنهم خرجوا من الباب أذيق على كل حال هذا الملف الثاني بالإضافة قلنا أمينغويري وياسر العروسي للمعلومة فقط أنه رسميا رهو في الشفيلت رهو مع النادي الآن هو يتدرب وإن شاء الله يكون وحسب ممنأة قاسي اللي جاب الأخبار من جمال بالماضي أنهم رح يوجه لهم الدعوة يعني رح يكونوا في التربص المقبل بحول الله تعالى وتشعل المنافس على الجهة اليسرى بين أيت نوري رامي بن سبعيني و يسر العروسي الأفضل واللي رح يكون لأنه رامي بن سبعيني أكيد جمال بالماضي رح يعتمد عليه كما في كل مرة كنت النادي أنه لازم يكون في محور الدفاع رامي بن سبعيني أفضل لما يكون في محور الدفاع هذا يتألق كيف لا وهو المنصب بتاعه الأصلي وللمعلومة أيضا رامي بن سبعيني شارك اليوم في مباراة لعب أساسي شفت لقطات ما كملش المباراة ما نشعرفش حل جو بيسونسيال بداك أساسي هذا هو الأهم على كل حال ولعب على الجهة اليسرى يعني الطروام لعبش يعني مع شفت شوية لقطات ما كانش يعاون هجوميا يعني ربما تعليمات المدرب يعني وفضل غلق الجهة اليسرى على كل حال وبحسب ذات المصدر أقول فإن قويري أقول والعروسي أكد جهزيتهما الرسمية جهزيتهما لتمثيل الخضر خلال الفترة المقبلة وأيضا أكد أيضا جمال بالماضي أو أكد ممنئة قاسية أن جمال بالماضي سيجتمع مع الطاقم الإداري لتنظيم سفرية السينيغال أين سيلعب منتخبنا الوطني الجزائري مباراة ويدية قوية خلال فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر المقبل ومن المنتظر أن يغادر جمال بالماضي يوم الاثنين المقبل لا أدري إذا كان هناك حديث مع الصحافة أو من ذلك القبيل لا أعتقد لكن نحن نتمنى أن نرى تكون فيرونس لنرى أشياء جديدة لكن لا أظن أن جمال بالماضي راح يمدلك معلومات على بعد شهرين أو ثلاث أشهر من انطلاق المباراة على كل حال الأمور تبدو في الطريق الحمد لله لدينا متخب شاب لازم جمال بالماضي يكمل حتى النهاية لأنه عنا بوعناني عنا شيبي عنا عوار لما نشوف رامي أيضا صغر في السين الحمد لله راين شرقي إن شاء الله يكون معنا أمين قويلي سالعروسي منتخب شاب وما زال بعض يقول لك أنه منتخب الكل ما نقدروش في الضربة واحدة نبدلوا كم الفريق لكن بالعقل بالعقل نبدأ ونغيروا فيهم وإن شاء الله يكون عندنا فريق تنافسي يلعب على الألقاب أعطنتم ما رأيكم في التعليقات ونطوش عليكم أكثر من هذا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة